هذا وبعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد بضحايا حريق حفل الزفاف في قرقوش كما بعث برقية مماثلة إلى رئيس الوزراء محمد السوداني وعرب جلالة الملك في البرقيتين باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن تعزيه ومواساته لأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وكان قد أقيم في كاتدرائية مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الصوفية بعمان قداس جنائزي لراحة نفوس الحادث الإليم الذي راح ضحيته مئات الأبرياء بين شهيد ومصاب ترأس القداس سيادة المطران مار يعقوب أفرام النائب البطرياركي للسريان الكاثوليك بمشاركة عددا من كهنة الكنائس في المملكة وفلسطين حضر القداس القائم بأعمال السفارة العراقية بعمان منيف السمرائي وممثل الجالية العراقية في الأردن الدكتور محمد البداوي وجمع غفير من المؤمنين وبعد رتبة الصلاة قدم المؤمنون التعازي لسيادة المطران أفرام والأباء الكهنة